لكن خلينا يا كريم نروح للشق الأهم وهو الاجتماع برضو اللي دار وكبت المحمود الخطيب وكان هذا المؤتمر مش اجتماع هو مؤتمر صحفي يعني ومؤتمر صحفي كان في غاية الأهمية والاحترام والرقي والتحضر ده كده ملخص المؤتمر يعني زي ما يبتقالي أن الأهلي فعلا 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 لو انت بصيت لملابسات الأمر هو كان بيحارب لوحده في ملف ملعب نهائي دوري أبطال إفريق لوحده ما كانش فيه داعم يا كريم لا بس اقول لك على حاجة الوحيدة اللي كان بتدعم عشان حق يقال برضو ما نساش النقطة ديها بوزارة الشباب والرياضة حقيقي يعني دكتور أشرف صبحي تقريبا هو الوحيد اللي كان واقف وبيقول ومش عشان الأهلي تاني مش عشان الأهلي ده عشان مصر لأن انت النادي الوحيد اللي كنت بتمثل مصر في هذه البطولة وبالتالي لك كل الأحقية أن انت تاخد حقك كاملا ملوش علاقة بقى بالأهلي عشان بس انت فاهم الناس بقى والكلمة ملوش لازم فالأهلي مش بيطالب غير بحقوقه المشروعة وازاي الأهلي بيطالب بحقوقه المشروعة كريم هو دايما بيسلك لطريق المشروع عمر ما بيروح لطريق غير مشروع فده احنا شفناه امبارح كابتن محمود الخطيب يمكن عرض كل حاجة كريم وشرح كل حاجة طبعا امبارح شرح بالفعل كل التفاصيل الفنية عن يعني كل اللي حصل للفترة اللي فاتت وأكد يمكن أكتر من مرة أن الأزمة في اختيار أرضية الملعب في اختيار ملعب المباراة النهائية وليست أزمة مع أشخاص عمل عليها سترس أكتر من مرة وطبعا يعني حضراتكم مما تشوفوا كده الصورة بشكل كامل حاجة مؤسفة جدا لما اتحاد الكورة بتاعك هو اللي يضعف موقفك لأن فيه شخص ما غير مسؤول أخفى خطاب الكاف بشأن تنظيم النهائي وكأننا بنتكلم على مؤامرة على كل الأحوال الوزارة طبعا بتحقق حاليا في هذا الأمر وأعتقد أن احنا خلال الأيام القليلة القادمة يعني المفروض أن احنا نعرف مين هذا الشخص المسؤول والمفروض أن احنا نشوف رد فعل اتجاه هذا الأمر لأن اللي حصل ده أمر جلل لأن اللي حصل ده ضربة صريحة للدول لا نتكلمش على فريق نتكلم دي ضربة صريحة للدولة وما أعتقدش أن دي حاجة على ها وأي حد بيحب البلد دي بس